شيخ الإسلام قال رحمه الله إن أعظم قصص الملوك قصة ذي القرنين وقال إن أعظم قصة لأولياء الله عز وجل في الفترة السابقة هي قصة أصحاب الكهف وقد قال رحمه الله إن حقوق الأنبياء حفظت ببركة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بل إن قبور الأنبياء حفظت من الغلو ببركة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام إذ أنزل عليه هذا القرآن محذرا وأنزلت عليه السنة محذرة من الغلو